عرفنا من خلال الدرس اللي فات اوامر التحديد وطرق التحديد المختلفة من خلال استخدام اداة واحدة اللي هي الريكتانجلر ماركي تول واستخدمناها مع اوامر التحديد المختلفة في الدرس ده بقى احنا نتعلم بقي الادوات وخلي بالك كل الاوامر اللي تعلمناها في الدرس اللي فات حتتطبق معنا في الدرس ده طيب انا لو ضغطت على الريكتانجلر ماركي تول دي حتظهر لي مجموعة ادوات فرعية بتقوم بنفس الدور ولكن مع اختلاف الشكل يعني مسلا دي لو اخترتها وبدأت دلوقتي اعمل بيعمل لي على هيئة شكل بيضاوي زي ما انت شايف كده لو انا عايزه شكل دائري كامل الاستدارة ممكن قبل ما اشيل ايدي من على اضغط وابدأ امشي كده هيمشي بحيس انها تبقى دايرة ما يبقاش شكل بيضاوي لو مسلا انا عملت هنا اه دي سليكشن ان ايه لو اهو بالشكل ده اه اتعامل مع الجزء المحدد زي بقى ما عملنا اه في الدرس اللي فات بالزبط ولكن الفرق الوحيد ان دي اه تحديد على هيئة شكل بيضاوي او دايرة الاداة اللي اسمها موجودة برضو في مجموعة الادوات دي دي وظيفتها انها تعمل لصف واحد من داخل الصورة يعني صف بالكامل من اول الصورة لاخيرها بالعرض هيبدأ يحدده لو انا اخترتها وبدأت اقف على اي نقطة اه هنا مسلا وضغط هتلاقي الصف اللي انا ضغط عليه ده كله اه صف من النقاط من اول التصميم لاخره بالعرض صف واحد من النقاط الاداة اه اللي تحتها دي وظيفتها زي دي بالزبط بس بتعمل كولوم عمود لو ضغطت هنا مسلا هتلاقي العمود ده من النقاط اتحدد يبقى دي مجموعة الادوات الخاصة بالماركيتول او التحديد اه بالشكل ده طيب تعال نشوف بقى مجموعة الادوات التانية او التحديد الحر اللاسو تول دي اشهر او اداة في المجموعة دي دي تحديد حر اه بشكل بقى اه عشوائي انا ممكن استخدمها كده وابدأ ارسم حوالين جزء معين انا عايز احدده من الصورة بالشكل ده هتلاقي ان الجزء ده تحدد انا بس ممكن اعمل الاول دي سليكت وابدأ ارسم بها تاني لو انا رسمت كده حوالين اي منطقة بالشكل ده هتلاقي انه بيحدد لي المنطقة دي طبعا انا عامل هنا اه اه فعشان كده لو حددت اي منطقة اخرى هتضاف الى اه المنطقة دي طبعا انا ممكن احدد يعني اه اه بشكل كده الى حد ما عشوائي حر عايز مسلا احدد القدم دي بالشكل ده كده انا ممكن احددها طبعا عمرها ما هتبقى بدقة ولكن انا يعني بحدد اه حواليها بالاداء دي بشكل حر زي ما انت شفت هعمل دي سليكت كنترول دي وهرجع اختار بقى دي عشان اي سليكت بعمله ما يضافش على طيب الاداء التانية في المجموعة دي دي وظيفتها ان انا برضو احدد بيها تحديد حر ولكن تحديد على شكل اه مضلعات يعني خطوط مستقيمة يعني لو انا ضغطت مثلا هنا انا حبعد شوية كده عشان يبان في الجزء الاصفر التحديد ده لو ضغطت هنا وشيلت ايه دي هتلاقي في خط اهو متصل معاك لو ضغطت كمان هنا هيوصل الخط من النقطة دي دي لو ضغطت هنا شايف عبارة عن خطوط متصلة مستقيمة على شكل مضلعات بالشكل ده كده ابدأ كل نقطة بضغط عليها يوصل خط اليها من النقطة اللي قبلها بالشكل ده مثلا افضل اضغط لغاية ماوصل لاول نقطة هتلاقي اشارة الماوز بقى فيها زي كده دايرة صغيرة تحت في اليمين اهي معناها ان انت كده واقف على النقطة الاولى اللي بدأت منها للتحديد لو ضغطت دلوقتي هتلاقي ان التحديد زي ما انت شايف اهو بقى باين على النقاط المختلفة اللي انا ضغطت عليها عن طريق توصيل خطوط مستقيم عليها طيب انا لو عملت كنترول دي برضو اعمل دي سليكت وابدأ ارسم تاني كده برضو بالاداة دي هوريك حاجة تانية اهو بالشكل ده وحافطارد مسلا ان انا جيت عند النقطة دي كده وعايز اوصل للنقطة دي على طول ممكن بدل ما اروح للنقطة وانتظر لغاية ما توصل العلامة تبقى فيها النقطة اللي ارتلك عليها او الدايرة دي انا من اي مكان لو انا عايز اقفل التحديد على هنا هتغط دابل كليك هيبدأ يوصل هو الخط اللي نقص ده ويبدأ يقفل التحديد بالشكل ده هعمل دي عشان اعمل دي سليكت وتعالى نشوف بقى الاداة الاخيرة في مجموعة الادوات دي آآ الاداة دي مهمة جدا وبتستخدم بقى بشكل يعني تقني عالي علشان تحدد لي نقاط تحديد سحري اسمها عاملة زي المغناطيس كده آآ آآ ببدأ قلقط بيها نقاط حوالين الصورة عشان اعملها سليكت يعني لو اخترتها هفتارت بقى ان انا عايز احدد بدقة الطائر ده بالشكل ده طبعا خلي بالك لون الطائر اسود والخلفية صفرة ففي تباين كبير جدا ما بين الالوان وبالتالي هو هيقدر يلتقط نقاط على حدود الطائر بالزبط ويبدأ يحددها انا ممكن الاول اعمل زوم شوية فهختار الزوم طول وابدأ اكبر شوية بالشكل ده مثلا طيب تعال نشوف بقى استخدام الاداية لو انا اخترتها وبدأت دلوقتي هقف على اي نقطة سودة على حدود الطائر ده كده مثلا هنا لو ضغط هشيل ايه دي بقى من على الماوس وابدأ اتحرك ببطء على الحدود بتاعة اللون بتاعة الطائر ده طبعا مش لازم تبقى يعني بدقة قوي انت امشي بس على على قد ما تقدر على الحواف هتلاقيه هو بيعمل اهو انا من غير ما اضغط حاجة مجرد بمشي على حدود الطائر زي ما انت شايف هو بيعمل وبيعمل لي نقاط كده عشان يبيان لي هو عمل بس اهم حاجة في الموضوع ان انت تمشي ببطء لحد ما علشان يقدر يلتقط النقاط بالشكل ده كده على حدود الطائر طبعا انا ممكن دلوقتي لو حبيت احرك التصميم ده عشان اطلع فوق شوية وابدأ احدد النقاط اللي تحت اضغط عشان تتحول اشارة ليد وطول ما اضغط ابدأ اطلع فوق كده عشان اجيب الجزء التحت لو شلت ايدي دلوقتي حرجع للاداة دي اهي وابدأ اكمل بقى بيها امشي برضو ببطء على الحدود دي عشان يبدأ هو يلتقطها بالشكل ده طبعا في حاجات بقى ممكن ايه هتهرب مني كده بس احدد على قد ما اقدر وحوريك برضو الباقي ده ممكن اعمل في ايه المهم انا هفضل ماشي كده ببطء على الحدود علشان يلتقطها خلي بالك كل ما يكون اللون اللي على الحدود متباين او مختلف عن اللون اللي في الارضية هتلاقي ان الاداة دي شغالة كويس جدا انما لو درجات الالوان تشبهت حيبقى فيه مشكلة مهم انا ماشي اهو على الحدود وزي ما انت شايف هو بيبدأ يعمل آآ تحسس للالوان دي وبيبدأ فعلا آآ يقدر يلتقطها اهو هكمل برضو معاك بالشكل ده كده هو بيلتقط كل دول اضغط وانزل كده عشان اشوف اللي فوق هكمل لغاية ما يجي على النقطة الاولى هقف عليها واضغط هتلاقي هو آآ عمل سليكشن على الحدود بالزبط اهي انا لو عملت دلوقتي زوم اوت شوية هتلاقي فعلا السليكشن بالزبط على الحدود لو انا دلوقتي دخلت جوة الجزء المحدد وضغطت عليه باليمين واخترت آآ فيا كات مثلا هتلاقي ان فعلا في النموذج بين قدامك اهو فصل البطريق ده عن الخلفية وخلى الارضية بتاعته آآ بينه هنا في الجزء بتاع البجراون طيب انا ممكن استفيد بده في ايه ممكن بقى دلوقتي مثلا افتح صورة اخرى مثلا الصورة دي مثلا كده ادي الصورة ممكن اجيب دلوقتي طاقر البطريق هنا سوري مش الفايل ده اقفل ده ملوش لازمة دلوقتي الصورة بتاعت البطريق اهي ابدأ اسحبها لتحت وهياخد دلوقتي اللير الاول ده اللي انا واقف عليه هاضغط هنا بالسليكشن تول بقى اضغط هنا وابدأ اسحب للصورة دي هتلاقي فعلا انا ممكن اه راجع دي فوق لو انا هتلاقي فعلا دلوقتي ان صورة البطريق دي اتحطت على الارضية بالشكل اللي انت شايفه ده طبع هنعرف بعد كزا نصغرها وازاي اعملها بس المهم ان انا قصيت الصورة بدقة متناهية وحطتها في المكان اللي انا عايزه على صورة اخرى ودي بقى بداية التعامل مع التصميمات ودي اداة مهمة جدا ممكن استخدمها ارجع للصورة بتاعت البطريق دي مرة اخرى اهي طبعا انا ممكن اعمل اندوك ده او من الهيستري اتراجع كبداية التصميم خالص اهو كأني ما قصتش اي حاجة خلي بالك طبعا انت رجعت التصميم ده كما كان انما لو رحت للتصميم الاخر ده خلاص ده ملوش دعوة الاندول اللي انت عملته ده على التصميم اللي انت فيه زي ما انا قلت لك قبل كده طيب تعال نكمل آآ باقي الادوات يبقى احنا عرفنا دلوقتي المجموعة دي كلها والمجموعة دي كلها تعال نشوف بقى الاداتين دول ودول برضو اداتين مهمين جدا وبيستخدموا بشكل سريع في التحديد الاول بس انا هستدعي صورة اخرى آآ ولياكل مسلا آآ الصورة دي مثلا زي ما انت شايف الصورة دي ارضيتها فيها الوان كتير الالوان الكتير دي بقى انا ممكن عن طريق الادا دي اللي هي التحديد السريع ابدأ احدد الارضية او احدد انا عايز صورة اوباما دي احددها طبعا صورة اوباما فيها الوان متبينة كتير جدا فطبعا تحددها هيبقى صعب بالادا دي انما الارضية بما ان الالوان يعني مش كتير فانا ممكن بالكويك سيليكشن تول دي احدد الارضية الاول هضغط هنا جابه مجرد ما اضغط هتشوف التحديد بيبدأ يكبر معايا او يزيد معايا زي ما انت شايف اهو كل لما اطلع فوق كده بيبدأ التحديد يزيد اهو زي ما انت شايف وبيبدأ يغطي معايا مناطق اهو بيلتقط بقى الالوان دي ويعرف آآ الالوان دي حددها ازاي آآ الاول الادا دي حجمها انا ممكن اكبره او اقلله عن طريق ممكن مشهورة جدا لتجبير الادوات والفرش والحاجات دي كلها حرف الدال اللي في الكيبورد اللي جنب الانتر على طول لو ضغطت عليه هتلاقي ان الاداة دي بتجبر بالشكل ده والاداة اللي جنبها اللي عليه حرف جيم او القوس المربع المفتوح ده مجرد ما ضغط عليها تبدأ تصغر لغاية انتبقى صغيرة خالص او اكبرها علشان ابدأ اتعامل بدقة مع المناطق الصغيرة او الكبيرة. ممكن كمان اعمل نفس الكلام من السهم الصغير ده ابدأ من هنا اكبره. الميزة بقى في الاداة دي ان انا ممكن اغير شكل الاداة زي ما انت شايف كده انها مدورة. انما انا ممكن من هنا ابدأ من ده كده اضغط على النقطة دي كده اسحابه. وممكن كمان اغير اتجاهها تبقى عاملة كده مسلا الاداة بالشكل ده. لو ضغطت دلوقتي او روحت للتصميم شايف الاداة بقت عاملة ازاي? علشان لو عايز تحدد منطقة معينة كده جاية بميل او حاجة. المهم طول ما انا ماشي بالاداة بيبدأ يزود الالوان زي ما انا شايف او ويبدأ يدخل على الالوان اللي بعدها. كمان. على فكرة لو حبيت بقى ان انت تقططع جزء من اللي انت عملتله يعني تقلل جزء منه. ممكن اختار الاداة دي اللي عليها الناقص لو ضغطت عليها. طبعا وبدأ تسحب لورا كده بقى. يبقى شايف? بيبدأ يشيل اجزاء من اللي انا عملتلها. طبعا لو عايز ارجع تاني ازود بالاداة دي. اما لو دست على دي بقى انا كده بقى اعمل لا انا هختار اللي عليها الزائد دي. وابدأ اكمل. طول ما انا ضغط بمفتاح الماوس وبتحرك. طبعا ممكن ارجع اتحرك تاني على اجزاء اخرى علشان يبدأ يعملها بس الاداة لو خلتها مدورة اعتقد حيبقى افضل فانا ارجع دي كده. وكبر الدايرة كده بالشكل ده. ابدأ بقى امشي كده على الصورة عشان احدد المناطق اللي ما طالهاش التحديد بالشكل ده. ارجع انزل لتحت كده. اهو. انا كده عملت بالاداة دي بشكل سريع للخلفية. طبعا انا مكنش عايز الخلفية. انا عايز الصورة دي بمنتهى البساطة. احنا عرفنا قبل كده ان انا ممكن اعمل سليكت امفرس. امفرس كده يبقى انا عكست. انا كنت محدد الارضية. لا دلوقتي بقت محدد الصورة. وانا مختار دي لو ضغطت على اه السليكشن ده باليمين واخترت برضو مثلا يبقى انا اخدت منه نسخة في جديد هنا. او على فكرة انا هعمل كنترول زد اندو اهو. انا ممكن على طول وانا محدد ده اعمل اه انا اخدت نسخة من دي. لو رحت مسلا للصورة دي وعملت بيست او كنترول في على طول. هتلاقي ان الصورة ظهرت على الارضية بالشكل ده. طبعا مقصوصة. لان انا كنت محددها بدقة. برضو عن طريق الادات التانية اللي عرفناها. وبالتالي هتبقى في التصميم بالشكل ده كده. انا ببدأ اركب صور على بعض. لو رجعت لصورة الطائر. اهيه. فيه بقى الاداة الاخيرة في مجموعة ادوات التحديد. الماجيك واند تول. دي برضو اه اداءة مهمة في التحديد. ودي بتحدد منطقة لونية بقى اه محددة. بس المهم ان الوان المنطقة دي تبقى اه لون واحد او اقل الوان متقربة. فلو انا اخترتها كده. وبدأت ازهب الى التصميم على الخلفية الصفرة دي. بمجرد من انا اضغط كليك على اي لون اصفر على اي نقطة في اللون الاصفر ده كليك. هتلاقي خلاص هو حدد كل المنطقة الصفرة دي. زي ما انت شايف حدد الارضية. برضو لو انا انا عايز اعكس. ممكن اختار او على فكرة ممكن ادخل جوه التحديد كده. اضغط باليمين. طبعا التحديد اللي هو اه اللي انا محدده برة. خلي بالك. اضغط عليه باليمين. واقول له علشان يعملي للسلكت او يقلبه بالشكل ده. طبعا ممكن برضو الوقت لو عملت بقى كنترول سي او كابي. اروح لاي اه صورة في التصميم واعمل تاني كنترول بيست. هيبدأ يضاف اهو تاني الجزء اللي انا احددته من الصورة بالشكل ده. يبقى دي اه ادوات التحديد اللي احنا عارفناها. اخيرا بس قبل ما ما انهي الموضوع. الادا دي الماجيك واند تول. على فكرة لو انا بحدد بيها هعمل كنترول دي اهو اعمل دي سلكت. لو انا حدد بيها مسلا المنطقة الرمادي اللي جوه دي. طب لو ضغطت هنا كده. هتلاقيه حدد لي المنطقة كلها. بما فيها الابيض. انا كنت عايز الرمادي بس. عموما انت تقدر تتحدد ده عن طريق في حاجة هنا فوق اسمها طول ما هي زيادة هيبقى اه مش هيشعر بالاختلافات اللونية وهيبدأ يحدد الالوان بدرجات متفوتة. انما لو قللت ده خليت خمسة مسلا وضغطت كده. لو جيت دلوقتي عملت دي سلكت وجيت وقفت هنا وعملت سلكت. شوف هو حدد بس المنطقة دي. لان انا فهمته انه يقلل من اه التباين ما بين الالوان. يعني يحدد الوان متباينة او قريبة البعض قوي. كلما بزود كيمة التوريلنس ده يبقى هو بيبدأ اه يزود في المساحات اللونية وما بيشعرش قوي بالاختلافات اللونية. انما لو قللت القيمة بيبدأ يشعر بالآآ تحدي ده دي. يعني انا لو زودتها شوية خلتها مثلا عشرين وضغطت انتر. عملت كنترول دي وضغطت تاني هنا. هتلاقي المساحة زادت شوية. لان انا كده فهمته انه يقلل من آآ الاختلافات او يعني يبدأ يحدد مساحات اوسع ويتغاضع عن بعض الاختلافات اللونية. قبل منهي الدرس ده عايز اوريك استخدام اداتين لهم علاقة بشكل غير مباشر مع ادوات التحديد. الاداتين دول بيستخدموا للاقتطاع. يعني ايه اقتطاع? يعني تقليص حجم التصميم على حيز معين انا بحدده. فمثلا لو انا عايز اعمل لأوباما صورة كده للبطاقة او للباسبور. فانا ممكن اعمل سيليكت بالماركيتول دي كده. اختار الجزء اللي انا عايزه يزهر في التصميم بالشكل ده. انا عايز بس الجزء ده اقلصه بقى. يعني اشيل كل اللي ورده واخلي بس الجزء ده. مجرد ان انا اضغط على اداة الاقتطاع او دي بعد ما عملت سيليكت مجرد اضغط عليها. هتلاقي ان الجزء اللي انا حددته بقى باين بشكل واضح. والباقي بتاعته او درجة الشفافية كده قلت شوية. طبعا ممكن ارجع اعمل اه تغيير للجزء اللي انا عايز اقتطعه من هنا من المربعات اللي ظهرت او من الحدود اللي ظهرت قدامي دي مسلا كده. ولما اتأكد ان ده مظبوط حضغط مباشرة على آآ مفتاح انتر علشان الصورة تتقلص وتبقى بالشكل ده. لو اخترت بقى دلوقتي اي اداة خلاص. انا كده قلصت حجم التصميم كله. كده خلاص ما بقاش فيه الورا. ولو جبت الامج سايز هتلاقي ان حجم التصميم تقلص الى الحجم اللي انت شفته ده. ايه الاداة التانية اللي عايز اورها لك. ده اداة جديدة موجودة في الاصدار الاخير ده بس. اسمها دي بتعمل اقتطاع للصورة ولكن بتغير منظورها. بمعنى ايه? تعال بس كده نستدعي احدى الصور اللي ممكن من خلالها نتعلم ده. ولياكم مثلا الصورة دي. او انت المجلد ده كله هتلاقيه عندك فممكن تستخدم نفس الصور يعني. مثلا الصورة دي. بص الصورة دي فيها زي مبنى هنا. انا عايز المبنى ده اقططعه بس اشوفه بالوش يعني هغير المنظور بتاعه بحيس يبقى كأن يواقف قدامه بتفرج عليه. يعني لو قدرت اعمل ده هشوف ازاي. اه اولا انا هختار دلوقتي حاجة اسمها مش هعمل اختار على طول اه وحبدأ اعمل او احدد النقاط اللي انا عايز اقططعه. انا عايز المبنى ده النقطة دي كده اضغط عليها. وابدأ اتحرك زي ما انت شايف اهو في مربع بيتحرك معي عن النقطة دي. وبعدين انزل لتحت على النقطة دي. وبعدين اجي هنا على النقطة الاخيرة. بيعمل زي شبكة كده على الجزء ده. دايب. انا فعلا هو الجزء ده اللي هيتم اقتطاعه. بس خلي بالك مش اقتطاع بس ده هيغير المنظور. لو انا دغطت انتر دلوقتي هتلاقيه فعلا اهو. غير لي المنظور لو انا عملت زوم. كأن انا شايف المبنى ده اه من الامام كأنه يكون تواقف امامه. اه اثناء التصوير مش بالجنب اه زي ما انت شوفتي. بقى الاداتين دول بتوع الاقتطاع الكروب تول والبرسبكتف كروب تول دول مهمين جدا. طبعا بقية الادوات دي بتستخدم عشان تصميم المواقع بقى بتقطع الصور وكده مش موضوعنا اه دلوقتي. يبقى احنا تعلمنا بالدرس ده الادوات بقى الاخرى اه الخاصة بالتصميم. طبعا مهم جدا الدرس ده. اه لان ادوات التحديد دي حاجة مهمة. بالاضافة كمان للدرس اللي فات الاوامر اللي عرفناه. لو الدمكت بقى الاتنين دول مع بعض هتقدر تعمل شغل كتير جدا داخل الفتوشو. مهمة. 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 مهمة.